هاي افريون المحاضرة اليوم كتير سهلة هاي هذا الدكتور خالد يمكن اول مرة بدا رسكم انا اول مرة بسمع له محاضرة ما شاء الله اسلوبه كويس لطيف المحاضرات سهلة ولطيفة ومش معجوقة وانه direct to the point وعن جدا مركز على المعلومات اللي بتهمكم يعني مقلل المعلومات بهدف انه يركز على الاشي المهم ما بدو يعبي لكم حشو وكلام ما الو معنى طيب موضوع المحاضرتين هاي المحاضر الجاي هو Autonomic Nervous System وانا اتفعت معكم من المرة الماضية انه هاي المحاضرتين هي فعليا اهم اشي تطلعوا منه بالفيسيولوجي تبع الPNS لانه هو الاشي اللي رح يكمل معكم لقدام بغض النظر انت وين كملت او انت شو الفيلد اللي اخترت ان تكمله بالmedicine دائما وبكل الفيلد سواء اخترت نسائية ولا اطفال ولا جراحة ولا باطني ولا واتفر شو الاشي اللي كنت بتشتغل فيه رح يواجه هاك situation تكون لازم يكون عندك معلومات عن Autonomic Nervous System لانه basically هو عبارة عن Nervous System مهم جدا وبنظم وضائف كل الجسم يعني له connection او تأثير على ضائف كل الجسم العين الاذن الغيره فعشان هيك لازم نكون فاهمينه فاهمين كيف بيشتغل Sympathetic كيف بيشتغل Parasympathetic شو الاناتومي تبعته وشو يعني من فهمنا للفيسيولوجي ولا شوية اناتومي بنقدر انه نستوعب الادوية لما نروح لانه في كتير ادوية بتشتغل ثرو تأثيرها على Autonomic Nervous System Sympathetic and Parasympathetic هلا بهذه المحاضرة نحن نعطي مقدمة عامة لل Autonomic Nervous System و بعدين نفوت على Sympathetic Nervous System والمحاضرة الجاي رح يكون نحكي اكتر عن Parasympathetic So yada let's start طيب هذولهم study objectives اللي تطلعوا وعارفينهم من هاي المحاضرة بس نخلص المحاضرة رجعوا وقرؤوهم متأكد انكم فاهمين كل شي حكينا هون يلا let's start طيب يا جماعة احنا حكينا بالSystem اللي قبل بالCNS انه عنا Nervous System هو اللي وظيفته يعمل كنترول على كل وظائف الجسم هو المركز اللي مسؤول عن انه يدقق على انه هل القلب بيشتغل عامة شغله المطلوب منه هل الرئة بتشتغل هل الجي اوي بيشتغل هل البلد فيزلز بيشتغل وانسون تمام في عنا اللي هي centers نفسها اللي هي بدها توصل لها معلومات تفكر بهاي المعلومات وتبعت response تبعت استجابة تبعت اوامر فهدولة centers شو بنسميهم central nervous system واللي هي متمثلة بالbrain وبالspinal cord وهذا كان موضوع system الماضي فالbrain وبالspinal cord هم اللي هم فعليا the central nervous system هم فيهم centers فيهم المعالج اللي بيوصلوا معلومات بيحللها بيعملها processing وبعد هيك بيعطينا orders طيب هلأ بعد هيك لازم يكون في عناي يتوفر pathways لانتقال هاي المعلومات من وإلى central nervous system بدي nerves هاي النerves تمسك المعلومات من الجسم بأعضاء المختلفة وتوديها لل central nervous system وبدي nerves ترجع تودي ال orders اللي طلعت من central nervous system back to the organs فمين المسؤول عن هذا الجزء اللي هو peripheral nervous system هم مكون من nerves فالperipheral nervous system هي actually النerves تمام هاي هي النerves system سو النerves system يقسم إلى central and peripheral طيب ال central خلصناه بالموديول الماضي هلا احنا كل حكينا عن ال peripheral nervous system هدول ال peripheral nervous systems أو النerves actually هم نوعين يقسموا إلى نوعين نوع بنسميهم somatic nerves هدول somatic nerves هم عبارة عن pair of nerves بطلعوا من كل segment من spinal cord يعني احنا في عنا cervical seven segments مثلا في عنا فرسك 12 في عنا لمبر 5 في عنا ساكل 5 في عنا coxygea كل واحدة من هدول السيجمنت بتطلع two somatic nerves واحد من اليمين واحد من اليسار وهدول somatic nerves فيهم خصائص الاولى انه هو نيرف واحد يعني بيطلع منها السيجمنت هاي عنا هون spinal segment بيطلع منها نيرف واحد وبيروح هاوين على اغلب على العضلات العضلات والسكن يعني بيكون على العضلات والسابكتين يستيشو والسكن فهي somatic nerves اذا دائما بيكون هاد الpathway mediated by one nerve من السيجمنت لا الفكتر اورغن عبارة عن نيرف واحد النقطة التانية انه دائما هدول السوماتيك هم بيشتغلوا اشياء voluntary under your control وانت واعي عليهم وعارف عنهم تمام تمام ما حيكون موضوعنا السوماتيك احنا موضوعنا بهاي المحاضرة هو الاوتوناميك طب شو هو الاوتوناميك الاوتوناميك هو عبارة عن الجهاز اللاواعي يعني involuntary يعني انت ما بتعرف عنه في نيرفات بتطلع من اماكن معينة مش من كل سيجمنت زي لما حكينا عن السوماتيك من اماكن معينة هلا حنشوش الاماكن اللي بتطلع منها هاي النيرفات تمام وهاي النيرفات بتروح وبتعمل وظائف انت ما بتعرف عنها انت ما عندك اي control عليها ما بتقدر توقفها توقف الوظيفة ما بتقدر تزيد شدتها او القلل من شدتها you have zero control over it فعشان هيك منسميه autonomic او automatic automatic nervous system بمعنى انه it's an involuntary you cannot control it you cannot increase it you cannot decrease it you cannot stop هاي الوظيفة اللي بدها تطلع وهاي المعلومة الاولى انه هون كان voluntary هون بدها تكون involuntary هذا الاوتوناميك الشي التاني لما حكينا عن السوماتيك انه single nerve بيطلع هاي عنا spinal segment بيطلع عنا single nerve وبيروح للعضلات مثلا اما بالنسبة للأوتوناميك nervous system فهم two nerve system بيطلع عنا النيرف الاول هاي من السيجمنت هون مثلا لنفترض هاي spinal segment بيطلع اول نيرف بيرتبط مع هون منطقة اسمها الجانجليا الجانجليا وبطلع عنا another nerve فهم عبارة عن two nerve system pre-ganglionic and post-ganglionic nerve system او innervation واتفقنا انه هي involuntary طيب هدول الأوتوناميك nervous system يقسموا حسب الوظيفة وحسب متى بيشتغلوا وحسب شو تأثيرهم على الأورغان انتو sympathetic and pyro-sympathetic division وهلا حنشوف شو الفرق بينهم so the definition تبع الautonomic nervous system it's a part of the nervous system that control انتبهوا the involuntary functions of the organ الاشياء اللي انت you have no control over it involuntary يعني هو بيبعث nerves that regulate وضيفة الheart وضيفة الفيزرة وضيفة الجلان وضيفة البلود and so on وهاي الوظائف اللي بيعملها هي involuntary you have no control زي اللي ما قلت تحكيكم مثلا nerve الفيغس مثلا هو autonomic nervous يعني autonomic nerve من الparasympathetic رايح على الheart مثلا شو بيروح بيعمل بنزل الheart rate هل انت بتيجي بتقدر تقول والله يا هارت نزل الheart rate تبعك يعني انت تسيطر عليه لا هل تقدر انت تؤمر القلب انه يزيد ال contractility لا فهي كل شغلات involuntary انت you have zero control عليها هي عبارة عن انه الدماغ بيقرر الشغلة بيبعتها بإنرفيشن على هذا الأورغن وبالتالي بتصير هاي الشغلة طيب هاي الautonomic nervous system اتفقنا انه اول شغلة اول خاصية فيها انها involuntary مقارنة مع سوماتك والشغلة التانية اللي اتفقنا structural wise انه بيطلعوا هدول النيرفات من ال CNS وبيكونوا على صورة two nerve system النيرف الاول اللي هو اسمه pre ganglionic والنيرف التاني اسمه post ganglionic وفيه عنا بالوسط الجانجليا ولا هنحكي شو يعني جانجليا وبعدين هذا post ganglionic nerve بيروح على different organs سو ازويسات بيطلع عنا من center nervous system الautonomic عبارة عن two nerve pathway pre ganglionic and post ganglionic اتنين بيعملوا connection باشي اسمه الautonomic ganglia وحنحكي اكتر عن تفاصيلها لقدام هذا post ganglionic neuron بيروح على target tissue او على effector organ وبينظم وظيفتها من خلال release للneuro transmitter هون والneuro transmitter ترتبط على receptor موجود على target organ وهيك بتصير الوظيفة فإزن حكينا الautonomic ثلاث شغلات عنه انه involuntary هاي اول نقطة النقطة الثانية انه two nerve system النقطة الثالثة انه ما بيطلع من كل spinal cord او من كل الدماغ بيطلع من specific locations من specific locations فدول هم الثلاث فروقات بين الautonomic والsomatic السomatic can voluntary you have control you can order العضلة تتحرك او ما تتحرك الautonomic involuntary no control منك انت من وعيك عليها الsomatic هو single nerve من ال CNS لل factor organ بينما الautonomic two nerves الsomatic التفاين انه بيطلع من كل spinal cord في عنا دائما من كل segments بيطلع عنا two nerves واحد يمين واحد يسار اما بالنسبة الautonomic فبيطلع من specific areas موجودة بالspinal cord فدول هم ثلاث فروقات الautonomic number area ايش اوزنا الثراكو يعني من T بداية من T1 وانزل لحد T12 وبالنسبة لللمبر فهو بطلع من اول ثلاثة المبر L1 وL2 وL3 واحيانا بيحكوا L4 فعشان هيك شو بيسموه الاسم التاني للsympathetic بيسموها الثراكو المبر nervous system فلو سألنا مين هو الثراكو المبر هو نفسه السيمبathetic ليه لانه هدول النير بتطلع من الثراكو سيجمنت ومن المبر سيجمنت يعني بالضبط من وين من T1 ل L3 اما بالنسبة للبار سيمبathetic فبيسموه cranio sacral او حتى مرات بيسموه cranio caudal من فوق ومن تحت بمعنى انه بيطلع من cranial nerves cranial nerves مش كلهم احنا في عنا 12 cranial nerves تعرفوا الاناتومي تابعهم اكتر بالاناتومي لكن في عنا 12 cranial nerves اربعة منهم بيحملوا جواهم فيبرز باراسيمبathetic من هدول من هدول cranial nerves 1973 cranial nerve 10 او 9 او 3 تمام والساكرال او الكاودال بيطلعوا من الساكرال سيجمنت الاس 2 والاس 3 والاس 4 فاذن لما يجي حكي لنا مين هو الثراكولمبر it's the same هي نفس السيمبathetic بيطلع من T1 ل L3 من الكرانيو كاودال اللي هو الساكرال سيجمنت S1 S2 و 3 و 4 تمام so as we said السيمبathetic من ناحية origin it arises بالضبط هالأمنون من المين احنا حكينا انه في عنا هاي الاسباينا سيجمنت بيطلع من السباينا السيجمنت اول نيرف تمام هاي بيطلع او هون اول نيرف بيعمل ارتباط بالقانجليا مع تاني نيرف فهي هذا البري غانجليونيك وهي هذا عنه dorsal horn وفي عنا يا جماعة ventral horn هيك كان يكون شكله ventral horn وفي عنا بالثرسك وباللمبر ريجن في عنا كان ايش اسمه lateral horn هايو هاد هاد هو lateral horn فهي dorsal horn للسنسوري وهي ventral horn للموتر وهون اللي هاي lateral هاد موجود بمنطقة ثراكو لمبر وكنا نقول انه هي الوريجن تبع السيمباثاتيك الوريجن تبع فهذا الوريجن تبعها بدي ارجع امده امده ووديه على lateral هون بيكون السلبودي باللاترال هون بالثراكو لمبر بطلع هيك الاول نيرون اسمه بريغان وبرطبط بالغان مع التاني so as we said it arises from the lateral the lateral horn تمام اللي موجودة بالسpainal cord بالضبط وين بالثرسك كاملين من T1 لا T12 بالاضافة للأبر ثري لمبر ثراكو لمبر outflow طالع من الثراسك اند لمبر ريجن اما بالنسبة للباراسمباثاتيك يا جماعة فالأوريجن تبعها حكينا كرينيو كاودل بطلع من الكرينيال نيرف كرينيال نيرف عشرة وتسعة وسبعة وثلاثة بيحمير جواهم بالإضافة للاترال هورن تبعون الساكرال S2 S3 وS4 فعشان كرينيو sacral outflow أو cranio caudal cranio من cranial نيرف نيوكليس نفسها والساكرال من اللاترال هورن الموجودة بالساكرال فهي فهمنا من وين يجي اسم الثراكو لمبر outflow من وين يجي اسم cranio caudal outflow بس نيجي على simpathetic وparasympathetic من وين يجي هاي التسمية شو معناها شو أظن فيها simpathetic أظن فيها متعاون تعاوني في تعاون ومن هون منيجي بنوضح شغلة مهمة جدا السيمpathetic يا جماعة مش أنا في عندي ثراكو لمبر نيرف وهدول ثراكو لمبر نيرف اللي هما في عندنا 12 الفرسك وال3 لمبر يعني توتلهم قدر تقريبا 15 15 نيرف مثلا هدول ال15 لما أنا أحتاج أحفز السيمpathetic سيستم كلياتهم بطلعوا بيشتغلوا سوا سوا في تعاون بينهم تمام في تعاضد إذا أنا احتاجت إني أحفز السيمpathetic سيستم وهلأ بنقول متى بنحتاج أنه نحفزه أو متى بيشتغل السيمpathetic كل النيرف بيشتغلوا كل النيرف بل شو يبعطوا impulses لا different organs بالجسم ما في إنه والله الثلاثة يشتغل بس T1 ما يشتغل نوب كل ياتهم رح يشتغلوا بنفس الوقت لحتى يعطونا السيمpathetic رسبونس كاملة العين تشتغل حسب السيمpathetic أو تأدي وظيفة السيمpathetic أو تأثير السيمpathetic عليها القلب نفس الإشي الرئة نفس الإشي الـ كل ياتهم أنا عشان أعطي الفول رسبونس تبعة السيمpathetic بدي كل الأفكتر organs يشتغلوا بنفس الوقت عشان يقسمها السيمpathetic ورأس البيارة السيمpathetic الإشي المختلف فيها إنه يعني أنا أحيانا بس بدي أعمل على العين أوكي بدي أضيق الحدقة البيوبل بدي أعمل ميووس على البيوبل I just activate cranial nerve رقم ثلاثة والparasympathetic ما في داعي أعمل activation لكل 1973 وكل الساكرال أحيانا بس بكل موضوع عندنا urination So you just activate مثلا الساكرال من S2 إلى S4 You don't need to activate the cranial nerves بينما السيمpathetic لما يشتغل all or none كلياتهم بتحفزوا كلياتهم ببعتوا impulses كل الأورغان اللي بجسمنا رح تخضع للسيمpathetic at the same time to produce الوظيفة المطلوبة وراز البيارة السيمpathetic فيش ببناتها هذا التعاون sometimes you can activate them all sometimes you just activate الإشي اللي تحتاجه إنت هلأ ماكل فإنت بتحتاج إن الجي آي تشتغل فبس بحفز الجي آي بحفز cranial nerve رقم 10 مثلا وS2 ما بدي يحفزهم كلهم ما بدي يتحفز مثلا cranial nerve رقم 3 فهي الفرق الثاني بين السيمpathetic والبيراسيمpathetic من ناحية الوظيفة هاي الصورة ملخصة لحكينا حكينا إنه هاي عنا central nerve system هاي من brain ممكن يطلع عنا من cranial يعني بالbrain stem في عنا cranial nerve nucleus اللي هم 3 7 9 10 بطلع منهم cranial outflow جزء الثاني من الساكرال من S2 لل S4 بيسموها sacral outflow it's parasympathetic تمام تمام وطبعا حيكونوا two nerve system وبناتهم ganglia نيجي على الساكرال تفقنا أنه بطلع من ثراك ثراك ولمبر area من T1 لحد L2 تقريبا وبطلع بالضبط من lateral horn هون بتطلع من cranial nerve nucleus هون بطلع من lateral horn وهم بطلع من lateral horn وي بيروحوا على effector organ و as we said it's a two nerve pathway في عنا النerve الأول طالع من lateral horn ورايح بيكون اسمه pre-ganglionic nerve وفي عنا النerve التاني رابط هون بالganglia بطلع هون post-ganglionic nerve طيب ففهمنا أنه pre-ganglionic nerve طالع من lateral horn أو cranial nerve بعدين في عنا ganglia بعدين في عنا post-ganglionic سوف فهمنا pre-ganglionic نيجي نحكي عن ganglia شو يعني ganglia طيب يا جماعة ganglia معناها ببساطة nerve cell collection of nerve cell body هلا مش دائما النerve بيكون cell body وآكزن لو كان في عنا cell body وcell body وcell body بيعملوا collection هذا الcollection حسب وين ما كانوا والله لو كان جو central nervous system بيسموها center أو بيسموها nucleus وأكيد سمعتوا nucleus cranial nerve nucleus seri nucleus rafi nucleus and so on فشو معناها كان نيوكلياس a collection of cell bodies multiple nerves أو collection of cell body للنерв collection of nerves تمام جو central nervous system لو هذا الcollection كان موجود فإيش اسموه center أو بيسموه nucleus وحكينا عن أنواع كتير من النيوكلياس لو كان بالPNS لو كان بالبريف nervous system عملوا هدول النерв collection جنب عطش فشو يكون اسموه اسمو ganglia ganglia أو ganglion الوحدي ganglion مجموحهم ganglia فشو هي ganglia it's a collection of nerve cell outside central nervous system يعني بالPNS لأنه كان inside nervous system يعني بالbrain أو center أو nucleus طيب تمام الغنجل احنا هن نحكي عن الautonomic يعني simpathetic والbarasympathetic في لها أنواع في لها ثلاث أنواع بناء على location تبعها أول نوع بيسموها lateral ganglia وهي هاي اللي بتيجي إلها اسم تاني para vertebral ganglia ليه para لأنها بالضبط جنب spinal cord مجرد ما يطلع هالنرف من هون بيلاقي حال انتهى بهاي ganglia ف near spinal cord اسمها para vertebral ganglia تمام هاي lateral هم sympathetic إذن اسمها الأول lateral التاني para vertebral عددهم 23 ganglia لو عددهم فهمة 23 تمام عددهم is not equal للspinal segments يعني إحنا عدنا في عدنا cervical تمانية وفي عدنا thoracic وفي عدنا 5 lembar و5 sacral 1 coccygeal فبطلعنا المجموعة 31 لكن أنا كم كم ganglia عندي عندي 23 ganglia أحيانا T1 ganglia upper thoracic مع inferior cervical بندمج سوا single ganglia اسمها styled ganglia فأحيانا بعتبروهم 22 وأحيانا بعتبروهم 23 ganglia وهم موجودين بالضبط جنب الspinal quarts هنكسمهم pyra vertebral طيب عددهم is not equal to the number of vertebra فهمنا هذا الشيء أوكي شو كمان شغلات نعرف يعني كيف موجودين في عنا 3 cervical اللي هو superior middle inferior في عنا 12 segment T1 إلى T12 number طيب هاي الغانجلياز اللي هم موجودين pyra vertebral لا وإنه هدول عبارة عن sympathetic ganglia يعني بيجي عليها sympathetic nerve نبري ganglionic sympathetic بنتهي فيها وبطلع منها post ganglionic sympathetic فإذا lateral أو pyra vertebral عددهم 23 وحيانا 22 إذا دمجة inferior cervical مع upper ferasic بعطونا stellate ganglia عددهم not equal to number of vertebra وآخر شي إنه sympathetic طيب النوع الثاني من ganglia أو المثال الثاني على ganglia اللي هم بيجي شوية أبعد يعني شوية بيبعد عن spinal cord تلاقيهم مثلا بالوسط بوسط الطريق بسموهم collateral ganglia والاسم الثاني pre vertebral ganglia collateral أو pre vertebral هدول موجودين في thoracic و abdomen و upper aspect من sacral area مرة ثانية collateral ganglia هدول عبارة عن pre vertebral ganglia نتبهوا lateral اسمهم para vertebral هدول أبعد عن spinal cord موجودين بالthracek بالabdomen وبالساكر وبالضبط distribution حوالين الايورتا عشان هيك اسمهم collateral collateral حوالين البرانش يستبعون الايورتا وبياخدوا اسمهم من اسم البرانش الجمع مثلا هون الايورتا طلع السيليا الرينا الارتي بتلاقي الرينا ganglia superior mesentric ارت بتاعي جنبها superior mesentric ganglia inferior mesentric ganglia انسو هدول وظيفتهم تتراوح ما بين انها sympathetic mainly could be parasympathetic could be parasympathetic الاترال او الparavertebral هدول دائما sympathetic الcollateral هدول mostly sympathetic هنال 90% من الاحيان وم sympathetic و10% بيكون parasympathetic ايش حوالين collateral للbranch تابعون الايورتا موجودين بالثويكس بالابدومن وبالايرلي ساكرا اخر نوع من الانجليا هي الابعد وهي اللي بتكون الاقرب على يعني اما جنب 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 مثلا او جو الول نفسه فاذا اما بيكون هدول جنب هاي مثلا هاي اللي هو عبارة عن مثلا الاليليام يانا بتيجي جنب الاليليام في عنا جنجليا وبدخل النيرف يعني هون البري جنجليا بيكون هون فتكون جنب الالورغان نفسه او جو الول تبع الالورغان نفسه بسموها terminal جنجليا فاذا النوع التالت terminal جنجليا نير الالورغان او تكون جوها نفسه وهاي خاصة بالparasympathetic يعني هون الparasympathetic ganglia تمام تمام سريع سريع الparavertebral او الاسم التاني الهال lateral حكينا انه هاي بتكون على both sides of the vertebral column كتير قليبة من الvertebral column وهدولة القنجليز الاولى والتانية والتالت والرابعة بيصير فيه line او فيه عندنا هيك innervation بتربطهم كلياتهم مع بعضهم البعض فعشان هيك بيصير اسمهم chain بيصير اسمهم pyravertebral chain لان هم مربوطين مع بعضهم البعض لكل واحدة على نفس الجهة مربوطين مع بعضهم البعض عددهم 23 تمام including 3 cervical superior inferior inferior 12 ثرسك 4 لمبر 4 sacral لكن احيانا اخر واحدة من السيرفايكل مع اول واحدة من الثرسك بندمجوا مع بعضهم البعض بيكونوننا ganglia واحدة اسمها stellate ganglia فعشان هيك بيصير عددهم 22 فعددهم 23 22 varies شخص شو وظيفتهم اتفقنا انه sympathetic trunk تمام sympathetic يعني هي هاي ganglia sympathetic بيجيها اللي طبعون sympathetic وبطلع منها post-ganglionic neuron تبع sympathetic وانتبهوا انه sympathetic حكينا الparavertebral والbrevertebral both of them they could have sympathetic أو they have sympathetic function لكن مين هي the main site of sympathetic pre-ganglionic relay مين هي المين ganglia للasympathetic اللي هي الparavertebral وهاي مهمة جدا مهمة جدا دكتور كتير ركز عليها انه the main site for الانستموس بين الbre-ganglionic والpost-ganglionic sympathetic مين هي رح تكون اكيد ال paravertebral مش الbrevertebral تمام هاي المعلومة كتير مهمة عشان هيك شو بيسموها الاسم التاني لها بسموها sympathetic trunk sympathetic لانه هي وظيفة الاساسية للsympathetic والtrunk لانه قلنا الغنجليا ربطين مع بعض ومع بعض عاملين chain او trunk نروح على الbrevertebral او collateral اتفقنا انه هاي الغنجليا بعيدة شوية عن spinal cord بالوسط يعني بينها وبين effector organs موجودة بتلات اماع كان موجودة بالthorax بالabdomen وبالbelvus وبالضبط هي in relation to aorta حوالين الايورتا والبرانش تابعون هاي الها وظيفتين الوظيفة الاساسية sympathetic يعني 90% من وظائفها sympathetic وممكن تحمل 10% parasympathetic يا جماعة فهي sympathetic ورا sympathetic لكن مشكل الاساسي sympathetic لكنها مش المين sympathetic يعني both of them الbrevertebral والparavertebral both of them خلينا نعتبرهم sympathetic لكن مين المين فيهم اكيد الparavertebral او اللي ايش اسمها كان lateral هاي تعتبر sympathetic fibers من T5 ونازل من T5 لL3 هاي بتيجي بتساهم فيها نيجي على terminal او بيسموها peripheral ganglia هاي موجودة يا اما نير الافكتر اورغن يا اما جو الافكتر اورغن نفسه بالول وهاي وظيفتها الاساسية parasympathetic يعني بيجيها الparasympathetic preganglionic neuron وبطلع منها البوز طيب يا جماعة مستحيل 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 السmpathetic انه يكون الو terminal ganglia ليه ليه منحكي من سابع المستحيلات المستحيل ليه لما حكينا عن البريف vertebral 100% sympathetic sorry البريف vertebral البريف vertebral حكينا ممكن تحمل الوظيفتين بس مين الوظيفتين الtermin مستحيل هذا الو دخل بفكرة السmpathetic اللي انا شرحتها قلت السmpathetic اشي تعاوني لازم اني انا عشان اعمل وظيفة السmpathetic احفز كل الـ at the same time تمام الاشي اللي بيحافظ على هاي الشغلة او بيحافظ على هاي الوظيفة فكرة انه ال ganglia بعيدة عن الـ يعني مجرد منطلع من ال بارتبط مع الانجلية هون وبنلاقي انه الانجلية كتير بعيدة عن وقادرة انها تبعد الهم كلهم لو كانت الانجلية قريبة من الانجلية حلق انه هاي الانجلية طلع ربط مع هاي الانجلية اللي جنب الليفر مثلا وبس راح الانجلية على الانجلية ما قدر يوزع الانجلية لكل مكان فعشان هيك الترمين الانجلية can not be sympathetic so بما انه احنا بنحكي عن الانجلية والانجلية شو وظيفتها وظيفتها it's a relay station it's a distribution center هي نقطة بيجيها one pre-ganglionic neuron بيرطبط مع multiple post-ganglionic neuron بطلع من single ganglia وكل واحد من هدول الانجلية بروح على اورغان مختلف بروح على اورغان مختلف بيحفز اورغان مختلف تمام فانا بقدر اوزع ال stimulation stimulation واحد يحفز اكتر من اورغان تمام عشان هيك بسموها distribution center الوظيفة الاساسية للأوتونيومي الجنجلية to distribute to distribute signals انه one pre-ganglionic fiber can activate several post-ganglionic fiber يعني distribute الانبولز اللي جيتنا لمany organs تمام شو اهمية هذا الحكي طب ليه ما يكون مثلا العلاقة واحد لواحد لانه عدد الاماكن وكمية النيربز السيمباثاتيك اللي بيطلع والأوتونيومي بيطلع كتير قليلة يا انت بس عندك مثلا السيمباثاتيك بس بيطلع من 12 ثرسك و 3 لنبر يعني total 15 نيرف كيف هدول 15 نيرف بديم توزع على كل أورغان وكل عضلة وكل بلد فيزل ما بزبطة مستحيل تكون هيك العلاقة مشانك أنا بجيب 15 نيرف بس بقدر أوزعهم على ألف مكان أطلع منهم ألف بوز قيم قل لكم نيرون يروحوا على ألف مكان بالجسم أي شي بالبولد أو مخطط تحته أو ملون فهي جملة كتير مهمة هتنسألوا عنها لكن نكون خلصنا المعلومات المبدئية هلأ بننفوت على السيمباثاتيك و باراسيمباثاتيك ونحكي عنهم عن وظائفهم مثل ما حكينا إنه في عنا السيمباثاتيك و باراسيمباثاتيك السيمباثاتيك بيصير له اكتيفايشن وقت الاسترس اس مع السيمباثاتيك سترس أوكي فالسيمباثاتيك وقت الاسترس stress for situation والله انت بتقدم امتحان والله بتقطع الشارع بتلحقك بتلحقك نحلة بتلحقك حية في وحش حواليك بدك تركض خايف بسيتيواشن انت متوتر فيه بيشتغل عندك السيمباثاتيك سيستم بتحفز اشي اسمه fight flight response بسموها fight and flight response يعني أنا هلأ بدي أنجو عشان أنجو بدي أعمل شغلات معينة والله أنا فيه واحد عم بلحقني بدي أهرب منه بوقت الاسترس أما الparasympathetic فبيشتغل بوقت الراحة rest and digest عشان تشتغل على الperminimum لما تنام لما تاكل لما تكون قاعد ومرتاح على على سريرك أو قدام التلفزيون بيكون شغال الparasympathetic فالparasympathetic rest and digest هو اللي بيعمل regulation أساسي لعملية digestion لعملية defication لعملية urination اوكي في عنا الsympathetic في عنا الparasympathetic السيمبathetic هلأدنا ناخده نحكي عنه بتفاصيل الparasympathetic بالمحاضرة الجاي لنفترض يا جماعة انه في واحد عماله يعني هاي هون الparasympathetic انه for feeding for digestion for rest for sleep whereas sympathetic إذا انت مستيوائشن خطير حدا عم بيلحقك انت في حدا بده يضربك انت متوتر بامتحان فالsympathetic هو الشغال طيب الجنرال فونكشن للsympathetic nervous system خلينا نفهمها ايه شوان السيمبathetic لنفترض انه في واحد عماله بيلحقك كيف فلام الرعب هذا اللي ماسك المقنع اللي ماسك السو وبيحق فيك انت شو بتكون بدك تعمل بدك تهرب منه عشان تقدر تهرب اول شغلة لازم انه عضلاتك تكون شغالة تقدر تركض فالعضلات تكون شغالة العضلات عشان تشتغلب اسمعوا معي واسوا ورقزوا العضلات عشان تقدر انها تشتغل وتقدر تركض بدها اكسجين صح بدها طاقة صح بدها دم يوصلها محمل بهاي الاكسجين والطاقة فأول شغلة انا بدي طاقة بدي ATP فلازم اني اجيب الATB من وين بدي احلل الفات بدي احلل الGlycogen الGlycogen اللي بالليبر لازم يتحلل فانا لازم اعمل عملية Glycogenolysis من الليبر تمام عشان اطلع لنا Glucose لبره لازم احلل Lipid الفاتي acids اعمل Lipid واطلع الليبيد واطلع الفاتي acid لحتى استخدمها بانتاج طاقة لاني بدي ATP بدي مصادر للطاقة بعدين بدي اكسجين عشان انا اخذ الGlycogen والفاتي acid واعمل لهم احول لهم لATB مش دائما كان بدنا اكسجين عملية من وين الاكسجين من اللونج فالريقة لازم تشتغل لازم اني اعمل اوسع القصبات حتى ادخل كمية هوا اكتر ازيد Tidal Volume اعمل كمان يعني المفروض اعمل مثلا Vasoconstriction على Blood Visions اللي باللونج لازم اعمل كتير تغيرات على اللونج الهدف منها زيادة الاكسجين طيب صار عندي اكسجين وصار في عندي طاقة او غذاء بدنا اروح اوديهم للعضلات فلازم اني توفر عندي مصدر للنقل اللي هو البلد So الCardioVascular System هيصير عليه تغيرات الهارت لازم يزيد من الفنكشنالتي تبعتهم لازم القلب شو روح يعمل يزيدلنا من الContractility يزيدلنا من الHeart Rate والNet Effect اللي هم يزيدلنا من Cardiac Output يعني لازم ازيد من Cardiac Output لحتى ازيد من كمية البلد اللي موجودة عندي اللي رح تروح على Different Organs محملة بالغذاء او للعضلات شكرا سحاسي محملة بالغذاء ومحملة بالطاقة وصل للعضلات العضلات كمان لازم اني اروح والCoronary Blood Vizels رح يصير عليهم Vasodilation العضلات الاوعية الدموية اللي رايحة على العضلات رح يصير عليها Vasodilation حتى اودي لها الغذاء والطاقة وغيره والCoronary اللي هي Blood Vizels تبعون الHeart برضو نفس الشي لازم انه يتوسعه لحتى يزيد الدم اللي رايح على القلب لحتى القلب يقدر يشتغل اكتر يعمل زيادة على Contractility ويعمل زيادة على Heart Rate فهم هدول المكانين الوحيدين اللي بصير عليهم Vasodilation ويرأز بقية الاماقين بجسمنا رح يصير الاوعية الدموية فيها Vasoconstriction مرة تانية المصل والCoronary هو المكانين الوحيدين اللي بصير عليهم Vasodilation Other organs او Other places رح يصير على الاوعية الدموية Vasoconstriction تمام تمام زي شو زي مثلا الاوعية الدموية اللي رايحة على مين على الجي اوي على اليرنري على البريم على اللونج على كتير اماقين كلها عادة اللي حصير عليها Vasoconstriction لRedistribution الهدف ان هذا الموضوع Redistribution للدم ما بدي الدم يروح على Non-Vital organs ما حيستعدوني اني اهرب من الوحش اللي عم بالحق وراي لا بدي تروح على الVital organs اللي هم الدماغ المصل الCoronary الاشياء اللي حتزاعدنا تمام فVasoconstriction بكل مكان Except Muscle and Coronary طيب اشياء تانية ممكن كمان تصير عيوني انا لازم اكون شايف مظبوط عشان اقدر اركض وادر اهرب واتخبه وانفذ لازم اكون شايف مظبوط فالعيون الحدقة ايش بيصير عليها dilatation بتتوسع الحدقة لحتى نشوف اكتر فتحة العين بتكبر بيصير في عنا زيادة على Vertical بالببرة الفشر العضلات اللي بتفتح العين بتشتغل اكتر فبيصير في حتى احيانا ببعض الحيوانات جحوظ بالعينين الهدف منها كلها عشان تزيد من مساحة الرؤية وتزيد الرؤية حتى اقدر اهرب طيب على ال sweating احنا لما نكون خايفين شو بصير على ال sweating هلا ال sweating بيكون زيادة بتحس حالك خايف فبتتعرق كتير صح فزيادة على ال sweating طيب saliva بتحس ريئك نشف او في عندك في عندك يعني saliva بس very thick صح لما نخاف بنحس حالنا بصير فيه يعني فيه stimulation فيه تكوين لل saliva لكنها very viscous very thick مليانة enzymes اوكي ال non vital organs كلها بدي اعمل عليها ال shut down يعني ما بدي اعمل defication انا هلا مش همي اني اعمل defication مش همي اعمل digestion مش همي اعمل absorption فكل ال GI دعم عليها ال shut down ما بدي انه صير عنا motility كيف بدي اعمل ال shut down بدي اخلي العضلات تعمل relaxation العضلات طبعون ال peristalsis تعمل relaxation والsphenicters كل هاتهم يعملوا construction لانه مش وقت اعمل defication فبنلاقي انه بطل عنا motility على ال GI relaxation على العضلات والsphenicters كلها سكرت ليه؟ عشان ما يصير عنا defication نفس الشي هلا مش وقت اعمل urination ما في حدا بيعمل urination هو خايف تمام مو وقتها فبدي اعمل relaxation على الدوم تبعه البلدر وconstruction على internal urethral sphenicter مش وقت اعمل urination صح؟ صح سهي بالملخص التغيرات اللي بتصير خلينا نشوفهم على السلايدات as we said انه general function للsympathetic nervous system هي stress response او alarm response وقت ما انت تكون بسترس يكون في اشي بلحاك انت خايف بيشتغل sympathetic nervous system اول وظيفة للsympathetic من ناحية الوظائف نحكي عنه من ناحية الوظائف شو رح يعمل ومن ناحية الورغان سأقول الورغان شو وظيفته من ناحية الوظائف اللي هو انه رح اول شغلي حاول يزيدلنا الانرجي كيف؟ بيجي على الليفر بيقول لها الليفر كسر لجليكوجين عشان تزيدلي من مستور الجلوكوز بالدم بيجي على الادبوس تيشو بيقول لها بالله كسر لي الليبت وطلع لي free fatty acid على التيشو فصار في عنا هون مصادر للطاقة اللي هي الجلوكوز وال fatty acid بدي اكسرهم اكتر اكتر بالعضلات وحولهم لATB فبحتاج اكسجين فبيجي على الرئة بيقولها زيدلي من معدل ال respiratory rate اعمل لي bronchodiration زيدلي من الثايدر بوليو وزيدلي من auto supply net effect بيجي كمان على الدم انا لازم اني ازيد من كمية الدم عشان تمسك هالاكسجين والجلوكوز وتوديه للأورغنز فلازم ازيد من خلايا الدم ولازم ازيد من كمية الدم الطالعة من القلب خلايا الدم كيف بيجي على ال spleen بخلي spleen يعمل contraction فبالتالي يطلع كل الدم اللي مخزن فيه ال spleen بيقدر يخزن دم بيطلع كل ال RBCs اللي مخزن فيه وهذا معنى انه زيدنا من ال oxygen carrying capacity بيجي على ال heart بيخلي ال heart يزيدلنا من heart rate بيزيدلنا من contractility بيزيدلنا بالتالي من el cardiac output حتى اني ازيد كمية الدم اللي بدها تمسك هاي الشغلات وتوديها للعضلات at the same time برفع لنا blood pressure لانه بيعمل vasoconstriction على كتير اماكن فبالتالي برضو كمان الهدف منها تنكريز blood supply على العضلات بيجي على ال organs بيعمل vasoconstriction بكل مكان لانه كل الاماكن مش مهمة ما عدا مكانين وهي مهمة جدا دكتور كتير ركز عليها هين الاماكن اللي بحي يصير عليها vasoconstriction coronary بصير عليها vasodilation والسكليتال بصير عليها vasodilation وفهمنا ليش طيب هلا حكينا vasoconstriction بكل البلد فيزل except هدول اتنين بس في two organs بيطلعوا عن هاي vasoconstriction يعني لا بصير فيهم لا vasoconstriction ولا vasodilation تمام اللي هم two organs الدماغ cerebral ليه لانه cerebral بصير عليها auto regulation هو لحاله بقدر ازبط اموره مش under regulation للasympathetic والتاني اللي هو البولموناري لانه الاشي اللي بيعمل regulation للبولموناري vasoconstriction و vasodilation هي كمية الاكسجين الموجودة مش السيmpathetic و ال parasympathetic فالما نفهموا انه كل مكان بالجسم رح يصير عليها vasoconstriction except مكانين بصير عليهم vasodilation ازا جانا هذا السؤال فشو بيكون الجواب skeletal و coronary كل الاماكن رح يصير عليها vasoconstriction except مكانين they will escape ال vasoconstriction بس انتبهوا قلت escape ال vasoconstriction مش انه صار عليهم vasodilation they escape اوكي اللي هم البولموناري والسيربر they escape لانه فيه شغلات تانية بتنظم معاملهم راذا دان الasympathetic و الparasympathetic طيب شوفي كمان شغلات عشان ازيد من ال ال شو نسموها ال blood supply للعضلات لازم اعمل vasodilation العضلات ازيد ال blood flow وهذا الاشي احسن عشان يصير ال contraction افضل وانه ما يصير فيه فتيق ورابد recovery وغيرها طيب شوفي كمان شغلات بدنا نعملها غير فكرة الانرجي يعني هيك خلصنا اول شغلة انه اوفر انرجي باني glycolysis ازيد الاكسوجين ازيد ال heart rate وال cardiac output وال contractility وال blood pressure اعمل vasodilation على العضلات اعمل vasoconstriction ع كل مكان اكسبت العضلات والقلب في شغلات تانية بيعملها كمان عشان يعمل هي العيون لازم انه يصير فيه عندنا لا الفجن كيف بانه منعمل papillary dilatation البخلية توسع او بنسميها midriasis وبيدي ارفع ال eye لد لفوق ال GI والبلather وهي القصص اللي مش مهمين كلهم دعملهم inhibition ما بدي prestasis ما بدي urination يصير طيب هنيجي على ال sympathetic وظيفته organ by organ على ال eye sympathetic نرفسي منكم نجي بنا كل هدول من وظائف sympathetic وكل هدول sympathetic وعنهم على ال eye except ممكن يجيكم سؤال زي هيك كلهات وإعادة على ال eye حكينا شو بيعمل لنا بيحفز عضلة اسمها dilator papillary muscle وهاي وظيفتها انها زي عملت contraction بتوسع الحدقة هاي هاي الحدقة تبعت العين تخليها تتوسع سير لنا midriasis زي normal هيك بتكون تخليها تتوسع تصير هيك عشان نشوف أكتر فهيش بسمها papillary dilatation اثنين بدي أفتح العين أكتر بدي أرفع ال eye لفوق contraction على eyelid muscle اسمهم superior inferior tarsal muscle ونتبهوا انهم tarsal muscle tarsal muscle وهذا الاشي widening papillary fischer بيفتح العين أكتر تلاتة contraction على اشي اسمها molar muscle هاي موجودة فينا هاي موجودة ببعض الحيوانات فتلاقي صار العين جاحظة لبر مش جاحظة انها كبار زي لبر بسموها ايش exothalmus بس مش موجودة بالهيومنس فهي تلاتة شغلات على العين dilatation bipillary dilatation opening على ال eye بتكبر أكتر بسبب عضلات tarsal muscle superior inferior والmuller muscle بيحفز لنا exothalmus بس مش بالهيومنس طيب نيجي على salivary gland ايش وظيفتها salivary gland حكينا انه احنا شو بنحس حالنا ريئنا ناشف وحنا خايفين actually هو بيقل يعني فيه secretion يعني بيحفز sympathetic بيحفز secretion لكن ايش بيكون small amount وبيكون very viscous very viscous very thick فشو بنحس حالنا مليان انزيمات بيسموها trophic secretion انها rich in enzymes هلا انتبهو salivary gland both of them sympathetic و parasympathetic ممكن انه يكون لهم التأثير عليهم واتنيناتهم بيحفزوا secretion لل saliva بس different type of saliva الparasympathetic بيحفز لنا يعني بيساعد بيساعد بيسيكريشن لإشي اسمه viscous saliva عشان يكون حسري انه ناشف لما نخاف بالنسبة ل cerebral blood flow على الدماغ شو تأثيره احنا حكينا انه المفروض انه يصير فيه vasoconstriction لانه كل ما كان vasoconstriction except the muscle except the coronary لكنه very weak vasoconstriction ويتول بي overcome هذا ال vasoconstriction يعني يتول بي overcome بي فكرة انه blood pressure رح يرتفع فال blood flow على الدماغ بالعكس رح يكون يا نفسه يا زيادة ما في عنا cerebral blood flow does not decrease لانه اعمل vasoconstriction لانه I overcome this by the auto regulation بي فكرت انه sympathetic برفع blood flow حكيتوا انتوا عن هالقصص بس عرفوا انه هاي من الشغلات بصير عليها escape vasoconstriction طيب نيجي على ال heart على ال heart بزيد كل اشي بزيد ال heart rate بزيد contractility بزيد cardiac output بزيد blood pressure لاني زدت cardiac output وبعمل vasodilation على الكوروناري بيجي على اللونج اللونج بدي تشتغل اكتر فبدي اعمل bronchodilation relaxation على smooth مصلسل الموجودين بالbronchias وبالتالي بيعملنا bronchodilation وهذا معنا انه زيادة على tidal volume برضو كما لا ننسى انه بنزيد معدل respiratory rate نلاقي حالنا متنفس اسرع وإحنا خايفين وعلى pulmonary blood vessel very weak او حتى escape vasoconstrictor effect لانه تخطع على autoregulation طيب على liver حكينا انه بيزيد من glycolysis وبالتالي glucose level على spleen بيعمل contraction على spleen فبالتالي spilling لل arp season نخزن بالspleen حتى نزيد من oxygen carrying capacity الadrenaline برضو under the regulation of symphathetic بيجي عليها الbregan glenic neuron ويحفزها to release ال adrenaline بشكل 80% والنور adrenaline to release extent 20% فاذا اذا سألنا الهرمون الاساسي اللي بيطلع من السوبرارين المضلة من هو الadrenaline ايش الاشي اللي بيحفز secretion للadrenaline من المضلة اللي هو الbregan glenic sympathetic nerve fiber اوكي هاي هي الاشياء اللي لازم نعرفها عن الادrenal والهدف منها اني اوفر هدول الكاتيكولامين او الميدييتر ستابون sympathetic بالدن يشتولو كهرمونات على ال GI قلنا انا بالGI ديعملها shut down ديعملها inhibition ما بدي يصير في عندي motility فبالتالي relaxation على العضلات و contraction على sphincters نفس الاشي بصير على البويل كل مكان بدي يصير عليه vasoconstriction زي stomach مكانين اللي هما skeletal muscle والcoronary وفي مكانين بيعملوا escape لل vasoconstriction اللي هما cerebral or very weak vasoconstriction وال lung على urinary bladder نفس الشي بسي عن urinary retention هلا مش وقتين انا اعمل urination فبالتالي بعمل relaxation على الدم تبع البلدر و contraction على internal sphincter ونتمو internal في انا دائما to sphincters عند الريكت وعند البلدر واحد internal هاي هون internal هون external external بيكون somatic يعني under voluntary control بينما internal بيكون involuntary عليه فبالتالي بصير لنا retention على colon و ريكتم نفس الشي بصير لنا defecation retention مش وقتين يعمل defecation فبالتالي بنعمل او بنحفز contraction of internal sphincter طيب على genital organs تأثيرهم على sexual organs يعني بالميل sympathetic ممكن يحفز لنا ejaculation بيعمل contraction على smooth muscle cell الموجود بال vast difference و physical and so on بيعمل لنا ejaculation بس ما يدخل بالsemen production ما يدخل بالsympathetic الشي التاني انه it will inhibit the erection of penis لانه بيعمل vasoconstriction الerection سببه انه يصير في عنا vasodilation وaccumulation للblood within corpora cavernosa وهي الوصص فهون بيعمل vasoconstriction عشان هيك ما في erection فإذا اتو الهيبت الerection بس ممكن تساعد بالإيجاكوليشن اما بالفيميل فتأثيره على اليوترس السمباثي والبرس يعتمد على احنا بأي phase من الperiod فمش مهم بس فيه تأثير بس مش مهم وبس هيك نكون خلصنا المحاضرة توقع عنها كتير سهلة وبسيطة عليكم درسوها أول بأول وشارة المحاضرة الجاي بتكون كمان سهلة أعطيكم ألف عافية